البحرية الملكية وجامعة عبد الملك السعدي تنظمان بطنجة الضورة الأولى من يوم بحوث المحيطات اللقاء شكل مناسبة للطرفين لاستعراض مجموعة من الأشغال والدراسات المنجزة وتبادل التجارب والمكتسبات بهدف تحديد برنامج بحوث مشترك على المدى القصير والمتوسط والبعيد البحرية الملكية تتوفر على موارد هامة وجامعة عبد الملك السعدي تتوفر على باحثين من مستوى عال وتوحيد هذه الكفاءات الوطنية يهدف إلى القيادة المشتركة لبحث المحيطات بالمغرب يتوفر المغرب على موارد بحرية مهمة للغاية ويأتي هذا اللقاء في سياق توحيد الكفاءات الجامعية من أجل العمل بشكل مشترك إلى جانب البحرية الملكية وتطرق اللقاء لعدد من المواضيع المتمثلة في التيارات البحرية وخرائطية أعماق المحيطات وتغير الشريط الساحلي وارتفاع مستوى البحر والتنوع البحري والاقتصاد الأزرق وتغير المناخ والتلوث البحري والساحلي ترجمة نانسي قنقر